خلاصة الكلام أقول الأحبابنا نور عيننا شيعة أهل البيت الكرام الأطياب المخلوقون من فاضل طينة أهل البيت عليهم السلام التزموا بما يريد أمتكم منكم عليهم السلام التزموا بصلاتكم التزموا بصومكم التزموا بأحكامكم الشرعية التزموا بحلالكم التزموا بحرامكم شيعتنا من يتقى الله أمتنا يقولون عليهم السلام شيعتنا أهل أداء الأمانة وصدق الحديث وصلة الرحم وحسن الجوار وغير ذلك مما قاله الأئمة الأطهار عليهم السلام كونوا لنا زينا أئمتنا قالوا عليهم السلام هاي كلها تعاليم أئمتنا اللي مثلا عندنا بالرواية الموجودة بالكاف ما بلغ علي من رسول الله ما بلغ إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة عندنا بالرواية الشريفة أنه ما مضمونها أنه كل نبي بعثه الله إلى قومه أمرهم بصدق الحديث وأداء الأمانة هذا تعاليم أئمتنا وهذا كلام أئمتنا إضافة إلى ذلك ولايتهم عليهم السلام اللي ما تقبل الأعمال من دونها إحياء أمرهم فرحا وترحا إحياء شعائرهم عليهم السلام الاهتمام بمجالسهم إحياء مناسباتهم أولادكم علموهم على مجالس أهل البيت إحنا فتحنا عيوننا أنا أتكلم عن نفسي وعن كل بعمري وبطبقتي فتحنا عيوننا على مجالس أهل البيت فتعلمنا فاستفادينا صلينا صمنا خفنا من الله حرفنا بعض معارف أهل البيت كل ببركة مجالس أهل البيت إحنا من طفولتنا كنا نحضر مجالس وسمعنا الخطبات شون يقولون العلماء من نقعد يومه وتعلمنا استفادينا أبنائكم هذا الجيل الجاي هاي النقالات وهاي مشاكل مواقع التواصل إلى آخره إذا الأبناء بقوا عليها من دون مراقبة ومن دون نصيحة ومن دون لعله يرحون باتجاهات خطرة أبنائكم شجعوهم على حضور المجالس حتى يصيرون مثلكم حتى يعرفون أئمتهم قناتنا إحنا شيعة أهل البيت أنا دائما أقول الشيعة يطيرون بجناحين في زمن الغيب بقلم العلماء وما كتبوه لنا ولسان الخطباء وما يقولونه على المنابر وما يذكرونه من مناقب أهل البيت ومن مصائب أهل البيت وظلامات أهل البيت لن يهتموا به نحافظوا اليهين حتى نؤدي الأمانة للجيل الجاي من بعدنا مثل ما استلمنا الأمانة إحنا من آبائنا الله يزوهم ألف خير وأجدادنا استلمناها نظيفة خالصة محترمة إحنا هنكون نسلمها للجيل الجاي هالشكل حتى إمام زماننا يكون راضيا عننا إن شاء الله تعالى